تقسيم ورقة الاتفاق السياسي إلى ثلاثة أقسام سياسية وتنفيذية وتشريعية ففي القسم السياسي تم التأكيد على أن إدارة الدولة تتم وفق مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن الوطني كما تضمنت فقراته إعادة التأكيد على الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في الدستور وألقت الورقة بالثقة للتنفيذي للعديد من المقاررات على الحكومة والبرلمان ومن المهم الاعتراف بأن الورقة تضمنت قضايا دستورية هامة تأخر إقرارها كثيرا ومنها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقد وضعت القوى السياسية سقفا تشريعيا أمده ستة أشهر لإنجازها كما تضمنت الورقة قضايا عديدة لم تحدد سقوف زمنية لتنفيذها ومنها إعادة النظر بقرارات حكومة تصريف الأعمال السابقة وقضايا النازحين والمفقودين والمتضررين وقانون العفو العام وإعمار المناطق المتضررة وتوحيد التعريفة القوميركية وصرف مستحقات البترودولار وانتخابات مجالس المحافظات كما دعت الورقة الحكومة والبرلمان إلى معالجة وضع قضاء شنغال ومناطق الفراغ الأمني ووجهت بعودة الأحزاب الكردستانية لاستئناف نشاطها في كاركوك وخانقين وصلاح الدين وديالا أغلب هذه المقرارات أعلنت الحكومة لاحقا أنها تعمل عليها كما أكدتها ورقة نيابية صدرت قبل نحو أسبوع ومن اللافت غياب أي إشارة في الورقة لملف سعر صرف الدولار رغم أن الملف كان واحدا من أدوات الدعاية الانتخابية والانتقادات الموجهة للحكومة السابقة من جانب بعض القوة وعلى الرغم من التلكئ في تنفيذ بعض المقرارات ضمن سقوفها الزمانية المعلنة إلا أن الأمر يكاد يكون مختلفا في قضايا هامة أخرى كقانون النفط والغاز حيث خول الاتفاق السياسي رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بالتفاوض حول الملف النفط والغاز والموازنة ابتداء لحين إقرار قانون النفط والغاز خلال مدة ستة أشهر يتم خلالها تشكيل لجان متخصصة من الجانبين للمراجعة الشاملة والبناء المستقبلي وهذه القضية محل سعي واجتهاد من الحكومتين مع وجود بوادر مشجعة ترفع منسوب التفاؤل بإمكانية إمجازها قريبا